بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طالبات وطالبات السنوية العامة أرنوا مرحبا بكم مع مراجعة عامة على المنهج وهنشوف أنماط مختلفة من الأسئلة مطابقة للورقة الامتحانية عايزك وانت بتذاكر تاخد بالك أنك تشغل كل الحواس اللمس، السمع، الإبصار حتى نصل إلى عملية الفهم والاستيعاب تعالوا نشوف مع بعض أنماط مختلفة من الأسئلة مطابقة للورقة الامتحانية نشوف سؤال مقارنة، قارن بين الطفل خاطي والطفل مستمر لأشاعة X خد بالك هو هيقولك من حيث وإيه في الامتحان هنا عايزك تقارن من حيث علاقة الطول الموجي بفرق الجهد أجموعة ليمن وفوند من حيث وجود كل منهما في مناطق الطيف أين تقع متسلسلة ليمن في منطقة الأشعة فوق البنفسيجية غير مرئية فوند تقع في أخصى منطقة الأشعة تحت الحمراء أشعة الضوء العادي وأشعة الليزر من حيث النقاء الطيفي أشعة الضوء العادي أشعة الضوء العادي غير نقية طيفيا أي له التساطة في كبير ومدى طيفي كبير من الأطوال الموجية أما الليزر غاية في النقاء الطيفي له مدى طيفي ضئيل جدا من الأطوال الموجية تقريبا نقدر نقول أحادي الطول الموجي المحاول الرافع للجهد والمحاول الخافض للجهد سؤال مهمة قوي من حيث وعدد لفات الملفين الابتدائي والسانوي المحاول الرافع للجهد هنتكلم على ال-N الرافع للجهد N-S أكبر من N-B الخافض للجهد العكس N-B أكبر من N-S التوصيل الأمامي والتوصيل العكسي في الواصلة الصنائية من حيث طريقة التوصيل بالرسم ومقاومة الواصلة التوصيل الأمامي والتوصيل العكسي في التوصيل الأمامي بنوصل البلورة أو الجزئية N بالقدب السالب للبطارية والجزئية B بالقدب الموجب وهنا تقل المقاومة الوصلة لمرور الطيار أما نعمل العكس بقى في التوصيل العكسي هنعكس البطارية يعني توصيل الجزئية N بالقطب الموجب والجزئية B بالقطب السالب للبطارية وهنا تزداد مقاومة الوصلة قارن بين قاعدة اليد اليمنى الأمبير قاعدة البريمة اليمنى لماكسويل قاعدة اتجاه حركة عقاري بالساعة قاعدة اليد اليسرى لفليمينج قاعدة اليد اليمنى لفليمينج قاعدة لينز فيما تستخدم هنا من حيث الاستخدام تستخدم قاعدة اليد اليمنى لأمبير لتحديد اتجاه المجالي عن الفويد الناشئ عمرور طيار كهرابي في سلك ومستقيم قاعدة البريمة اليمنى تحديد اتجاه المجال أو الفويد الناشئ عن مرور طيار كهرابي في مركز ملف دائري ونقطة على محور ملف حلزوني حركة عقاري بالساعة معرفة نوع القطب في كل من وجهي ملف دائري أو حلزوني يمر بهم طيار كهرابي قاعدة اليد اليسرى لفليمينج تحديد اتجاه القوى المغناطيسية المؤثرة على سلك مستقيم F يمر به طيار موضوع عمودي على اتجاه فيد مغناطيسي أو مجال مغناطيسي قاعدة اليد اليمنى لفليمينج تحديد اتجاه تاريك كهرابي المستحس في سلك مستقيم يتحرك عمودي على خطوط فيد مغناطيسي ودائريته مغلقة قاعدة الانزي فيما تستخدم تخد بالك انها في ملف تحديد اتجاه تاريك كهرابي المستحس في ملف يقطع خطوط فيد مغناطيسي لكن فليمينج لليادي اليمنى في سلك مستقيم اوعد بدل جيمة كاندي قارن بين الالكترونيات التناظرية والرقمية الالكترونيات التناظرية تتعامل مع كميات طبعية زي ما هي متصلة وبتحولها الى اشارة كهرابية وبتاخد اي قيمة عشرية واحد اثنين ثلاثة اربعة اما الالكترونيات الرقمية تحول كمية طبعية الى شفرة يعني كود غير متصلة اساسها جبر السنائي سفر وواحد التناظرية بيها اشارات كهربية غير منتظمة زي الضوضاء الكهربية الرقمية خالية من الضوضاء الكهربية الالكترونيات التناظرية بيها اشارات عشوائية متدخلة مع المعلومة الرقمية خالية من الاشارات العشوائية سؤال مهمة قوي قارن بين الأميتر الحراري والأميتر ذو الملف المتحرك من حيث التدريج يعني هتقول لي منتظم ولا غير منتظم وليه الأميتر الحراري تدريجي غير منتظم ليه لأن كمية الحرارة تتناسب طرد مع مربع شدة الطيار يعني تحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية طيب الطاقة الحرارية بتساوي أي تربيع في أرفي تي يبقى كمية الحرارة المتولدة تتناسب مع أي تربيع وليس مع أي أما الأميتر ذو الملف المتحرك أو الجالفانومتر تدريجه منتظم ليه سيتا تدل على أي يعني أي تتناسب طرد مع سيتا أبناء الأعزاء لما جئنا مسألة على المحاول بنفكر إزاي إحنا عندنا محاول مثالي ومحاول غير مثالي المحاول المثالي كفاقته مية في المية ودي لها قانون واحد إن قدرة الابتدائي بتساوي قدرة السنوي وأن العلاقة بين الفي والإن طردية ومع الآي عكسية أما إذا كان المحاول غير مثالي لازم أخذ قانون الكفاءة قدرة السنوي على قدرة الابتدائي يعني إيه تا بتساوي آي في سنوي على آي في برايماري في مية تعالوا نشوف المسألة ناخدها على المحاول نحاق إيه هل المحاول مثالي أم غير مثالي محاول يعمل على فرق جود ميتين واربعين فولت كفاقته تمانين في المية عايزك توقف هنا وتفكر معي مثالي ولا غير مثالي برافو عليك صح ده فقط طاقة عشرين في المية هذا المحاول كفاقته تمانين في المية يبقى محاول غير مثالي في إذا كانت النسبة بين عدد لفات الملف السنوي إلى عدد لفات الملف الابتدائي يعني Ns على Nb كنسبة 1 إلى 4 وطيار الملف الابتدائي I primary IP 2 أمبير المطلوب احسب جود الملف السنوي VS القدرة الناتجة يعني الباور بتاعت السنوي شد الطيار الملف السنوي IS يبقى نطلع معطيات ناقل VB 240 فولت بتاعت اللي ابتدائي إيتا الكفاءة 80 على 100 يعني 80 في المية مدي نسبة اللفات Ns على Nb 1 إلى 4 و Ip 2 أمبير الVS مجهولة الباور بتاعت السنوي مجهولة I سنوي IS مجهولة تعالوا نشوفها نفكر ازاي هنا مدي كفاءة يبقى لما اجه اللي لازم اعمل ايه عشان احسب جهة دي الملف السنوي اخد قانوني كفاءة هو الكفاءة I S VS على I B في VB لكن انا ما عنديش النسبة بتاعت I و I فحول العلاقة بين N و I علاقة عكسية يبقيت هتبقى NB على N S في VS على VB الكفاءة 80 على 100 نسبة عدد اللفات هتبقى NB على N S 4 إلى 1 في VS على VB 240 اذا رجيب الVS 48 فولت ده المطلوب الاولاني عايز احسب باور سنوي قدرة الملف السنوي تم جهة تسوي كفاءة في قدرة الابتدائي الكفاءة 80% خدرة الابتدائي I primary V primary اعوض يبقى 80 على 100 في IP ب2 الVB 240 تطلع الباور 384 وات عايز احسب IS الباور بتاع السنوي IS VS سنوي الباور بتاع السنوي 384 انا عايز IS VS 48 اقدر احسب IS اذا IS 384 على 48 يعني 8 امبير ارسم دائرة الترانزيستور كمفتاح في حالة الغلق التوصيل ON واشرع عملها ثم احسب قيمة طيار المجمع IC عندما يكون VCC للمصدر 1.5 وفرق الجود بين المجمع والباعث VCE 0.5 وقيمة ال-RC 500 اوم نشرح العمل الاول الترانزيستور كمفتاح زي ما احنا شايفين انا بدي البطارية هنا جهد موجب المقاومة RB وداخل لل-B جهد موجب مع القاعدة في مقاومة المجمع في مقاومة RC والمصدر VCC وفرق الجهد بين الل-V وال-E بين ال-B وال-E اللي هو ال-V بين ال-C وال-B لما باصل القاعدة بجهد موجب اللي بيحصل احنا قانوننا VCC للمصدر اللي علي يمينك هيساوي IC ف-RC لمقاومة المجمع زائد ال-V بين ال-C وال-E بين القاعدة والبعث طيب احنا عايزين نجيب لاحظا ال-V اوت هي ال-V C B لما تزداد IB اللي هيحصل لل-IC تزداد IC وبالتالي من القانون اللي قدامنا هتقل VCE ويمر طيار في دائرة المجمع هنا يضيق المصباح وتكون الدائرة في حالة غلق يعني ON عايز احسب IC IC طيار المجمع احنا عندنا VCC واحد ونص ال-V بين ال-C وال-E مده لك نص فولت زائد IC مجهولة في R-C500 اقدر احسب IC تطلع 2 ف10 وسلب 3 امبير نشوف سؤال عوامل مهم قوي ما العوامل التي يتوقف عليها كل من مقاومة موصل R طبعا R بتسوره IF إلا على ايه طلع منها العوامل طول السلك مساحة مقطعه نوع مدته درجة الحرارة العوامل التي يتوقف عليها المقاومة النوعية والتوصيلية الكهربية المادة اه خد بالك هنا بقى سؤال مهم المقاومة النوعية والتوصيلية الكهربية خصائص مميزة للمادة تتوقف فقط على نوع المادة ودرجة الحرارة يعني لا تتوقف على ال ولا على ال ايه يبقى ما العوامل التي يتوقف علي المقاومة النوعية رو اي والتوصيلية الكهربية سجمة نوع المادة ودرجة الحرارة فقط كسفت الفيد المغناطيس الناشا عن مرور طيار كهربية في ملف دائري انت تكتب قانوني الملف الدائري واتطلع منه العوامل بتاعت بي يبقى خد بالك لو اداك ملف دائري اكتب قانوني حلزوني اكتب قانوني سلك مستقيم اكتب القانون وطلع منه العوامل يبقى عندنا بي بتساوي ميو في اي فان على اتنين ار يبقى اي شدة الطيار ان عدد لفات الملف ار نص قطر اللفة او الملف القوة دفع المستحسة في ملف الدينمو في اي لحظة اكتب قانونك وطلع العوامل اي ام اف اين استنت اللحظية بتساوي اي بي اين اوميجا ساين سيتا يبقى قدامك كام عامل واحد مساحة وجه الملف اتنين بي كسفت الفيض تلاتة ان عدد لفات الملف اوميجا اربعة السرعة الزاوية خمسة ساين سيتا بين الملف والعمودي على المجال القوة المؤسرة على سلك يحمل طيار وحر الحركة في مجال الموناطيسي خب بالك هنا اكتب قانونك طلع منه العوامل بس اوعى تغلط انت عارف ممكن تغلط في ايه تقول اف بتساوي ال اي بي هتنقص هتقول لي طيب امال اطلع القانون ازاي العوامل من القانون ازاي ايه ال اف بتساوي ال اي بي ساين سيتا اوعى تنسى ساين سيتا هو انا قلتلك السلك عمودي على المجال اه لو قلتلك عمودي على المجال هيبقى ساين تسعين بواحد ويبقى ال اي بي لكن انا ما قلتلكش يبقى اربع عوامل مش تلات عوامل اف تساوي ال اي بي ساين سيتا اطلع منها العوامل واحد طول السلك اتنين شدت الطيار تلاتة كسفت الفض اربعة جيب الزاوية بين السلك والملف تعالوا نشوف السنتاجات مهمة قوي السنتي كل مما يأتي اول حاجة تاو عزم الاسدوج المؤثر على ملف يمر به طيار كهربي وحر الحركة في فيد مغناطيسي وانه يتعاين من العلاقة تاو تساوي بي اي اي ان ساين سيتا القوة الدفعة المطلوب التاني او الاستنتاج التاني القوة الدفعة المستحسة في سلك مستقيم يتحرك بسرعة فيه عمودي على فيد مغناطيسي وهو يتعاين من العلاقة ام اف تساوي سالب بي ال في نبدأ نستنتج عزم الاسدواج ملفه مستطيل اي بي سي دي اتجاه الطيار في الاتجاه اي بي سي دي موجود بين قطباي مغناطيسي ومستوى الملف موازي للمجال عايزة استنتج تاو مستوى الملف موازي للمجال القوة اللي بتأثر على اي ضلع طولي سي دي او اي بي بي اي ال سي دي مستوى الملف يميل على المجال بزاوية سيتا يبقى اف بتساوي بي اي ال سي دي ساين سيتا تاو بتساوي احدى القواتين في البعد العمودي اللي هو عرض الملف يبقى تاو تساوي اف في ال بي سي اللي هو البعد العمودي نعود في تاو بال اف اف بتساوي بي اي ال سي دي مضروب في ال بي سي ساين سيتا لاحظ ان ال سي دي الطول ال بي سي عرض يعني دول المساحة يبقى تاوها تساوي يبقى المساحة ايه بتساوي ال سي دي العرض في الطول ال بي سي يبقى تاو تساوي بي اي اي ساين سيتا ده لو عندي لفة واحدة لعدد ان من اللفات لازم اضرب في ان يبقى تاو تساوي بي اي اي ان ساين سيتا الاستنتاج التاني اي ام اف في سلك مستقيم من اهم استنتاجات المنهج ناخد بالنا احنا عندنا سلك مستقيم موصل ينزلق على قضيبين ودائرته مقفولة موصله بميلي اميتر لما اعمل اكسات يبقى المجال عمودي على الصفحة للداخل يعني عمودي على الموصل عمودي على السلك اللي انا بحركه السلك بحركه ناحية اليمين بسرعة في نتيجة القطع لخطوط الفيد جتقولت في السلك قوة دفعة مستحسة عايزين نحسابها اي ام افها تبقى من قانون فردي سالب دلتا في على دلتا تي كل اللي هعمله هنسمى العلاقة دين امرأة واحد هجيب دلتا في وعوض بها دلتا في ماجنيتك تساوي بي في دلتا اي ولكن لاحظ ان المساحة الممسوحة اللي في دلتا اكس يبقى دلتا في هتساوي بي وبدل دلتا اي هقول اللي في دلتا اكس وسمى العلاقة دين امرأة اتنين هنعوض من اتنين في واحد يبقى اي ام اف هتساوي سالب بي اي ام دلتا اكس على دلتا تي خد بالك دلتا اكس على دلتا تي هي السرعة يبقى اي ام اف اللي هي في بتساوي دلتا اكس على دلتا تي اذا اي ام اف هتساوي سالب بي ال في ولو في زاوية بين السلك بين حركة السلك والمجال هقول ساين سيتا يبقى السلك هتحرك بسرعة في ويصنع زاوية سيتا مع المجال قانونك اي ام اف سالب بي ال في ساين سيتا ابناء طلاب مهمة قاود جلنا مسألة على المجال الناشئ عن مرور طيار كهربي في سلك مستقيم ملف دائري ملف حلزوني لازم اكون حافظ قانون بي عند نقطة تبعد مسافة عمودية دي عن السلك وبي عند مركز ملف دائري وبي عند نقطة على محور ملف حلزوني بي للسلك بتساوي ميو في اي على اتنين باي دي بي عند مركز ملف دائري هذا الملف له عدد ان من اللافات يفتكر ميو اي ان على اتنين ار حلزوني بي بتساوي ميو في اي في ان على طول الملف وليس طول سلك الملف ال تعالوا نشوف مسألة على المجال الناشئ عمرور طيار كهربي في احد هذه العناصر ملف دائري قطره 12 سنتي بقى نص قطره 6 سنتي واحول سنتيمتر للمتر اضرب في عشر والسليب اتنين يمر بيه طيار كهربي يولد مجال مغناطيسي عند مركزه وبعدت لفاته بانتظام عن بعضها في اتجاه محوره ليصبح ملفة حلزوني خد بالك انت لما بتبعد الملف لفات الملف الدائري بانتظام مش لازم يقولك حلزوني انت لازم تعرف ان كلمة بانتظام يعني عادل لفات سابتة وانت تكون حافظ قوانينك وهو هيقولك هتحل المسألة ازاي تعالوا نكمل المسألة يمر به نفس الطيار يعني الاي سابتة فاصبحت كسفة الفيد شوف الحلة هو عند نقطة داخله وتقع لمحوره ده الحلزوني تساوي ايه نص كسفة الفيد المغناطيسي عند مركز الملف الدائري هو ده الحل لو حافظ قوانينك حلت المسألة احسب طول الملف الحلزوني تعالوا بقى نشوف معطيات المسألة نص قطر كان هو قطر كان اتنشر اسمته على اتنين بقى ستة ضربت في عشرة والسالة باتنين بقى متر هو قال لي كده بي للحلزوني بي 2 نص بي للدائري هي هو الحل في المسألة هو بيقولك اعمل كذا خطوات كذا عشان تحل المسألة نبدأ نعود بالبي والبي هو عايز طول الملف الحلزوني البي للدائري ميو في اي في ان على اتنين ار الحلزوني افتكر معايا ايوة الفرق الوحيد بدل اتنين ار يبقى على ال طب نطبق في العلاقة بتاعتنا بي حلزوني نص بي دائري يعني بي 2 نص بي 1 بي 2 ميو في اي في ان ال حلزوني يساوي النص اللي قال لي عليها في ميو في اي في ان على اتنين ار للدائري الميو هتروح مع الميو والاي هتروح مع الاي والن هتروح مع الان يعني البسط كله راح البسط راح مع البسط يبقى المقام بيساوي المقام هيطلع اللي بتساوي 2 في 2 ار اهو خد بالك اللي بتساوي 2 في 2 ار وبالتالي 4 في 6 في 10 قص سالب 2 يطلع 24 من 100 متر نشوف سؤال على اشاعة اكس وضح بالرسم تركيب انبوبة كولديج ثم اشرح طريقة لتوليد اشاعة اكس يبقى نرسم الانبوبة ونشرح العمل الانبوبة بتاعتنا غلاف زجاجي انبوبة مفرغة يعني من الهواء تقريبا فيها كاسود وانود الكاسود في تيرامل التنجستين بسخنها بجهده منخفض الانود استوارة معدنية موجودة في مقدمتها هدف معدني ساقيل من التنجستين يعني ده درجة انصهاره وعالية وطبعا نتيجة للحرارة النتيجة في المسعد لازم اعمله تبريد فياخد ريش او عوارد جانبية للتبريد اوصل الكاسود بالقطب السالب والانود بالقطب الموجب لمصدر جهده عالي مستمر يعني موحد للتجاه الخطوات عندنا ثلاث خطوات هنسخن الفتيلة ايه اللي هيحصل ينبعث منها الكترونات طيب الالكترونات وهي طالع بين الفتيلة والهدف مش فيه فرق جهد عالي هتكتسب الكترونات الفتيلة طاقة عالية بسبب مين فرق الجهد العالي بين الفتيلة والهدف ثم تصادم تتصادم الكترونات الكاسود المعجلة بزرارة مادة الهدف فيتحول جزء من طاقتها او كل طاقتها الى اشاعة اكس دي تلات خطوات لتوليد اشاعة اكس او الاشاعة السينية نشوف سؤال على متسلسلات طيب زارة الهيدروجين ده زارة الهيدروجين مستوى الطاقة ان واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة عندنا خمس مستويات فيه انتقالات اي و بي و سي و دي و اي الانتقال اي بيبقى الى ان وان الانتقال بي لان تو الانتقالين سي و دي الى ان تلاتة الانتقال اي الى ان بتساوي اربعة طبعا زي ما انت شايف قدامك هيبقى اعلى طاقة هو اي لان فرق الطاقة كبير وبالتالي اعلى تراضد واقلته الموج طب بي ده بيقع فين في منطقة الضوء المرقي سي دي مجموعة باشن عندما يصل الالكترون ويعود الى المستوى انه بيساوي تلاتة و كذلك دي اي دوة بيرجع للمستوى الرابع وده يبقى اقل طاقة خد بالك واقل تردد واقبر طول موج شوف الاسئلة بتاعتك واللي احنا قلناها يعتبر الاجابات بتاعتها الشكل المقابل يوضع عدة انتقالات لالكترون زرة الهيدروجين اي من هزي الانتقالات نمرة واحد يعطي اشعة له طول موج اقل فين اللي ليه طول موج اقل طول موج اقل يعني اكبر طاقة يبقى ايه يعطي اشعة يقفوا متسلسلة بيشن يعني اللي بيرجعوا باشن بيرجعوا الى ان بيساوي ثلاثة يبقى الانتقالين سي و دي يوضع اشعة في منطقة الضوء المرئي يبقى بي يوضع اشعة له اقل تردد اقل تردد يعني اقل طاقة يعني اكبر طول موج يبقى ايه يوضع اشعة له اكبر طاقة اكبر طاقة يعني اعلى تردد يبقى ايه يوضع اشعة له او اقل طاقة يبقى ايه مع عدد الاشاعات المحتملة بتحسب ازاي عدد الاشاعات المحتملة بتشوف عدد المستويات اللي قدامنا خمسة بلغي الرقم خمسة واجمع الارقام اللي تحتيه يعني هلغي خمسة واجمع اربعة زائد تلاتة زائد اتنين زائد واحد يطلع عدد الاشاعات المحتملة او عدد الانتقالات عشرة ودي الاجابات بتاعتنا واحد ايه اتنين دي و سي تلاتة بي اربعة اي خمسة اي ستة اي سبعة عدد الاحتمالات عشرة نشوف سؤال بوابات منطقية عندنا تلات بوابات اند ونط وار الاند اللي هدخلين وخرجوا واحد النوت داخلوا واحد وخرجوا واحد والخرجين بتاع الاند والنوت داخلين على اور والاور لي اوت واحد شوف السؤال بيقول لي ايه اكتب جدول التحقيق الذي يجعل الخارج دائما هاي يعني ايه هاي يبقى الاوت دائما واحد لمجموعة البوابات الموضحة بالشكل ثم حول ناتج الخارجي الى عدد عشري يعني الناتج اللي انت هتطلعه حوله الى عدد عشري هو امتى الخارج هيبقى واحد من القور انت عارف ان القور اذا كان احد المدخلات واحد يكون الخارج واحد يبقى اي واحد هيخش على القور هيخرج واحد وتبقى الاجابات بتاعتنا هكذا سفر 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 يبقى الاوت واحد لانه هيخش على الاخيرة القور واحد واحد سفر 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 الخارجي يبقى واحد ما كل دي اللي احتمرت لده انا بكتبها كارجها واحد يعني هاي سفر واحد سفر واحد 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 سفر الخارج واحد 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 الخارج بواحد عايزين نحاول الخارج الى عدد ثناء اللي هو واحد 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 بناخد اول رقم من فوق ونقول واحد في اتنين قص سفر زائد الرقم اللي بعده واحد في اتنين قص واحد التالت واحد في اتنين قص اتنين ثم واحد في اتنين قص تلاتة ثم واحد في اتنين قص أربعة وبالتالي يكون العدد الثنائي بتاعنا اللي احنا قلناه واحد 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 عايزين نحاوله العدد عشري هيطلع العدد العشري زي ما احنا حسبناها هيطلع في الاخر واحد زائد اتنين زائد اربعة زائد تمانية زائد ستاشر يعني واحد وثلاثين حاولنا العاد السنائي واحد 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 يعني خمس وحيد إلى عدد عشر يطلع واحد وثلاثين إلى هنا أبناء الأعزاء تنتهي حلقة اليوم إن شاء الله الحلقة القادمة عندنا مراجعة ليلة الامتحان إحنا في انتظاركم فانتظرونا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته